أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى صباح الخير على كل طلبناً أعزائي صباح الخير على كل مدرسي الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتفي بالبرنامج وندنوه من الكمال النهاردة يكون في ضيافتنا للحلقة التانية باستر محمد إسماعيل طبع الفجر صباح كل أهل مساهل ربنا يوفهم إن شاء الله وصباحكم سعيد إن شاء الله شرفتنا ومشرفتنا كالعادة مفروض إن حنا في المحاضرة اللي فات خدنا مفخيم علم الجيولوجيا تمام هنكمل إيه النهاردة ما طلبنا؟ إن شاء الله هنكمل وصف لأغلفة الأرض تمام وقطع في القرى الأرضية إن شاء الله شوف كده إن شاء الله حالة موفقة إن شاء الله بالتوفير إن شاء الله بسم الله نحن المحاضرة اللي فاتت انتهينا عند رسمة قطاع في القرى الأرضية هنفكركم بس بالقطاع كده ولادنا مع بعض اهو رسمنا كده برضو دكتور رحمة يفكرني تمام ده كده اللوب الداخلي اللوب أرض داخلي تمام تمام وده كده اللوب الخارجي اسمه لوب أرض خارجي جميل ودي منطقة اسمها الوشاح الوشاح تمام وطبعا هنشوفها انها اكبر اغلفة الارض حجما في الخارج في منطقتين كشرة أرضية قرية وكشرة أرضية محيطية تمام جميل اتفقنا مع بعض انه رفتت ان القشرة الأرضية القرية سنكها بيصل لستين كيلو متر جميل وهي من سخور تسمى سخور السيال جميل وسميناها السيال لانها غنية بالسيليكون والألمونيوم والألمونيوم تمام وهي سخور خفيفة الوزن يعني كسفتها ضعيفة جميل تسمى سخور جرنيتية يعني من الجرنيت كذلك شفنا القشرة التانية اسمها القشرة المحيطية تمام والتفاقنا سنكها أقلب كتير من 8 ل 12 كيلو متر جميل سميناها من سخور اسمها الصايمة لانها غنية بعنصراء السيليكون والماغنيسيوم وهي سخور بازلتية سقيلة الوزن جميل كده فكرناك بآخر حاجة في المحاضرة الفاتحة للكشرة القرية والكشرة المحيطية جميل أول بس عايزي من نبع الناس ان الحياة كلها للكانات الحية تبعى الكشرة القرية والكشرة المحيطية جميل ولكن الأحياء اللي على اليابس أقلب كتير من الأحياء المائية ودي هنعرفها إن شاء الله في علم الأحياء تمام الأحياء المائية عندها قدرات تكاثرية أعلى عشان مخاطرها أكتر فلما يثقني من حيث ترتيب الأحياء أقولوا أن الأحياء المية تبقى أكتر من أحياء اليابس بس الحياة كلها فين؟ على القشرة الأرضية سواء قرية أو محيطية هنكمل النهاردة بقية الأغلفة ونشوف مع بعض كده الغلاف ده أو النطاب ده اسمه الوشاح جميل ده اسمه إيه بقى؟ الوشاح جميل الوشاح ده بيمثل حوالي 80% من حجم صخور الكشرة الأرضية يبقى هو بيمثل كم في المئة بقى؟ 80% أنا ما أجيب 80% دي يعني 80 على 100 يعني حوالي 4 على 5 من حجم الأرض يبقى ما أجيب لي اختياري يمثل الوشاح نقط من حجم الأرض 4 أخماس حجم الأرض تماماً وهو 80% من حجم صخور الكشرة الأرضية يوشاح قال لي طيب سمك الوشاح ده قد إيه؟ قالوا السمك بتاعه بيصل إلى 2900 كيلو متر آهو 2900 كيلو متر جميل بس سمك كان بقى؟ 2900 كيلو متر 30% فوق ويمثل 80% من حجم صخور الكشرة الأرضية تماما لاحظنا كمان ان الوشاح بتركب من أكاسيد ودي ميزة الأكسيد وزنه خفيف مهه فكسفة الوشاح جتبقى أقل من كسفة اللب حتى ذلك سنطلع من الأسفل لأعلى حسب bueno لكسافة تماما حسب الكسافة مش حسب الحجم قد يكون حجم الطبقة كبير ولكن وزنها بيقل تمام زي الوشاح اللي قدامنا دلوقتي طيب يبقى بتركب من أكاسيد الحديد أو أكاسيد الماغنيسيوم والسيليكون يبقى بس خيباتك من كلمة أكاسيد مش عنصر ده أكسيد العنصر تمام كده الوشاح في ميزة كمان جميل قوي إن الوشاح معظمه معظمه معظم الوشاح صلب يعني صخور صلبة قوية تمام عدى الجزء الخارجي اللي أنا هعلم بالله معي ده أهو اللي هو أسفل القشرة الأرضية بصوا بقى الميزة الوشاح الخارجي ده سمكه 350 كيلو متر جميل طب هو أصلا وشاح كله كان كام 2900 كيلو متر يبقى الـ 350 دول عيبة صخورها لدنة لدنة مائعة حيطة احنا عارفين العسل قوام العسل تقيل ولا خفيف جميل جدا يبقى هو لدن لازج قوامه تقيل السؤال الثاني بقى هو لازج قال لي اه بعتبره صلب ولا مس سوائل العسل قول صلب ولا سائل جميل فهو قال لدن شبه سائل طب يعني قال لي يعني مش سائل مش زي المية هو لازج تقيل جميل عشان بس انا هعملو معاملة السوائل شين فهعملو معاملة الصلب تمام بس هو خلو بقى التانية لازج يبقى حركته تبقى سريعة لا بطيئة بطيئة جميل جدا حافظوا على الكلام ده جميل قوي يبقى الوشاح الخارجي ده سمكه 350 كيلو متر من اصل كام 2900 يبقى الجزء اللي بقى صلب والجزء الخارجي اللي دن شبه هعملو معاملة السوائل تمام قال لي طب ما كويس ايه الميزة في كده يعني ترمه الجزء ده هو اللي بيحمل الكشة الارضية سواء قرية او محيطية فبتعمل عليه ضغط طب انا ما اضغط عليه هو حركته اصلا سريعة بطيئة قال لك لا ده بطيئة ده لازج مع وجود الضغط عليه كمان الحركة هتزيد قال لها هتقل انا ما اكونش اهل حاجة هتقيلها عدماغي حركتي بتقل طبعا قال لي جميل مع وجود درجات حرارة في باطن الارض حرارة عالية في باطن الارض اصبح فيه عاملين ضغطي وايه حرارة بيأثروا في الوشاحة الخارجي للادن اللي هو اصلا حركته ضعيفة يبقى لادن شي بيسائل بعمله معاملة السوائل وهيتأثر بالضغط بتاع الكشة ارضية وحرارة باطن ايه الارض يبقى حركته هتقل وانا استفيد ايه بحركته ما هو بيحمل الكشة الايه الارضية سواء كرية او محيطية فيبدأ ايحرك الكرات عشان كده سألني علل حدوث حركة الكرات بس دعنا نظام القديم تقولوا اصلا ما فيهمك حاجة اصل الوشاحة الخارجي ماله لادن شبه سائل يعمل معاملة السوائل السوائل فبيتأثر بالضغط والحرارة والحرارة فبيسبب ما يعرف باسم دوامات طيارات الحمل اللي بتعمل على حركة الكرات اذا حركة الكرات هتنسب لمين الوشاح جميل الداخلي ولا الخارجي الخارجي اللي هو اللادن بيطلقوا عليه بقى دكتور احمد اسم الاسينوسفير اسمحت انا كده اسمه ايه بقى الاسينوسفير جميلة دكتور احمد الاسينوسفير ده بقى الوشاح الخارجي اللادن الشبه سائل اللي انا عملته معاملة الس السوائل تمام حركته بطيئة مع وجود ضغطه ايه حرارة الحركة هتقل اكتر فيبدأ اي حركة الكرات اللي هو بيحملها فوق ايه تمام فيسبب دوامات طيارات الحمل تعمل على حركة الكرات اذا تنسب حركة الكرات الى حركة نقط يطلق لوب الارض قال لك لا لوب الارض في المركز تحت طيب حركة الكرشة الارضية تقول خالص خالص ده الكرشة دي هتحرك او حركة الوشاح الخارجي الوشاح الخارجي الوشاح الخارجي اللادن الشبه سائل على سرعة كده دكتور احمد يبقى منطقة الوشاح بتمثل تمانين في المية من سخول الكرشة الارضية تمام ايما يعادل اربعة اخماس حجم الارض سمكها بيصل لالفين وتسعممائة كيلو متر مقسومة على جزئين جزء صلب جزء خارجي اللادن شبه سائل يصل ل350 كيلو متر الوشاح يتركب من اكاتير الحديد والماغنسيوم والسيلكون الميزة في الجزء الخارجي اللادن ان حركته ضعيفة ويتأثر بسرعة بالضغط والحرارة فيبدأ يحرك الكرات في حركة بطيئة وده ان شاء الله دكتور انا يعرفه في الباب الرابع نظرية زحزحة الكرات هنعرف ان قائب حركتها بطيئة جدا 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 بتصل لتنين ونص سنطي كل عام جميل يبقى احنا كده الغلاف الاسفل الكشر دي اسمه الوشاح تعالي اتنينه بسرعة كده للغلاف اللي وراه اسمه لب الارض بص حياتك الميزة انت قلتلي في مقدمة الحصة راجعنا ده لب ارضي ايه ده خلي وده لب ارضي ايه ده رائع جدا لب الارض ده لو احنا عملنا تدايرة كاملة كده هيبدأ اسمه نصف الكتر تمام نصف كتر لب الارض تلات تلاف ربعمية ستة وتمانين كيلو متر ده شيء جميل والله نصف الكتر هلو اه نصف الكتر طيب ما ده جزء من نصف الكتر وده جزء من نصف الكتر لما يقول ان اللب الخارجي الفين ومئة كيلو متر من اصل كم تلات تلاف ربعمية ستة وتمانين جميل فيتبقى الف تلتمية ستة وتمانين كيلو متر يبقى سمك اللب الخارجي كام بقى دكتور الفين ومئة ستة وتمانين ولا اربعة وتمانين تلات تلاف ربعمية ستة وتمانين ناخدنا الفين ومية اه اه تمام فيتبقى الف تلتمية ستة وتمانين مزمون تمام تمام كده تمام يبقى سمك اللب الخارجي كام يا دكتور الفين ومية يبقى اللب الداخلي الف تلتمية ستة وتمانين شو بقى السؤال اللي جاي في النجام الجديد خلاص ما بقى شي مقارنات ده الفين وتسعمية جميل وده الفين ومية مجموحهم خمس تلاف فقولك المنطقة الفاصلة بين الوشاح واللب الداخلي بتابع لدي ايه تقول سهل او ده الفين وكام ومية الفين وتسعمية وده الفين وكام ومية يبقى كده مجموحهم خمس تلاف اذا الحد الفاصل بين اللب الخارج الوشاح واللب الداخلي المركزي خمس تلاف كيلومتر حسابات بسيطة خالص تمام اسمع الميزة اللي جاية كمان يا دكتور خالص لب الارض ده سواء داخلي او خارجي بيمثل سدس الحجم سدس الحجم ولادنا ما يجيبوا قلب سرعة كده الوقت ويجيبوا السدس هيطلع السدس يا دكتور ستاشر وستة من عشرة في المية من حجم الصخور طب الشاطر العائل الشاطرة قاعدة صح يا كده لقتي اللب بسدس الحجم ستاشر وستة من عشرة تمام وانا كان معايا من اللحظة الوشاح تمانين في المية تمانين في المية تمانين وستة 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 من عشرة يعني ستة وتسعين وستة من عشرة وهنا يرجع بسرعة بقى يبقى القشة الارضية كده بتمثل بقى المية في المية يعني ثلاثة وثلاثة من عشرة او ثلاثة واربعة من عشرة في المية من حجم صخور القشة الارضية عشان اجيب المية في المية تمام هو طبعا الكتاب ما ذكرشي النسبة انت بتجيبها من السوتس ودي عندي ثمانين في المية واضحة طب هو طالب ايه يقول تبلغ نسبة حجم صخور القشة الارضية نقط من حجم الارض سهلا نحسيها بالراحة ده ست حجم بكام ستتاشر وستة من عشرة تقريبا ده ثمانين فين اصبحوا مجموحهم ستة وتسعين وستة من عشرة جميل يتبقى كام على المية في المية دكتور ثلاثة واربعة من عشرة طب لو كان ده ستتاشر وسبعة يبقى ثلاثة وثلاثة من عشرة طب لو كان ده ستتاشر يبقى ثلاثة ثلاثة تقريبية حسبتها سهلة اوه ضايب يبقى لب الارض على بعض السوتس الحجم جميل ثلت القتلة الله على الالات الحزب اللي بتشتغل ايه ثلت على الالة يطلع ثلاثة وثلاثين وثلاثة من عشرة في المية شوف بقى الجمال يا دكتور ثلت ايه الكتلة يعني هو بيمسر رغم ان حجمه اللي يتعدى كم؟ ستاشر وستة من عشرة بس وزنه تقيل ثلت وزن الارض طب وده ليه؟ قال لك ما هو لازم تفهم كل حاجة بالراحة طبعاً طبعاً يا عام دا حجمه ايه؟ نيكل تخيل حالتك يا دكتور ان هو بقول ليه لب الارض كسافته ايه؟ عالية عالية طبعاً بيتركب من معادن زي الكسافة عالية طب ليه هو كتلته عالية هو؟ عشان هو عنده معادن زي الكسافة عالية ايه طب ماشي طب انا هستفيد منها ايه؟ هستفيد ان الترتيبة كلها ماشي حسب الكسافة طبعاً ايه طب كويس قوي بس ايه؟ خليك ماء واحدة واحدة بس انا عندك لبين مش لب واحد طب جميل قال لهم اروح للبين ومش لب واحد درجة حرارة اللب خمس تلاف درجة موية بصوا بقى دكتور لما علماء الجيولوجيا درسوا حاجة اسمها الموجات الزلزالية اللي بتنتج عن الزلازل ووجدوا ان فعلاً في لبين لب مالو داخلي رائع اللب اللي جيت بقى ان وجدوا ان اللب الداخلي بيبقى صلب رائع واللب الخارجي بيبقى سائل 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 يعني مصهور عشان درجة حرارته كم يا دكتور خمس تلاف طب وايه الميزة يعني الدب الداخلي صلب والخارجي السائل قالك لا في ميزة الصلب ثابت والسائل متحرك هيلف حول النار تحركة اللب الخارجي حول اللب الد داخلي ينشع عنها ظاهرة اسمها المجال المغناطيسي اسمها المجال المغناطيسي بهم قدروا يتوصلوا بالتدريق كده ان في لبين داخلي وخارجي من دراسة الموجات الزلزلية ايوه تمام بدراسة الزلازل وموجات الزلزلية فباكتشفوا ان هم لبين داخلي وخارجي الداخلي ماله صلب والخارجي سائل فمين متحرك السائل حوله فيعمل مجال ايه مغناطيسي جميل جدا دي ميزة قالك لا لسه في ميزة ثانية قال لي ايوما هش هم لبين داخلي وايه وخارجي صلب وايه سائل قال لسه في ميزة ان اللب الخارجي ده بيحمل الوشاح بتقولوا عارف تمام وبيحمل القشن ايه الارضياء والمحافية الجميل بيعملوا عليها يا دكتور دغط ايش تاكده ممتازة يا دكتور رائع والله هو بص اللب بيتعرض لتلاتة مليون ضغط جوي كم كم تلاتة مليون ضغط جوي قالك ده اللب الخارجي تقول الخارجي خارجي بس تلاتة مليون ضغط جوي قال لي اه طيب لو انت اوي تشاطر باع اللب الداخلي تاكده مليون برضو والله اختار مفروض اكتر ايوه تمام يا صح يبقى ما يقول لي اتعرض اللب الداخلي لنوعة ضغط جوي يا ترى تاكده مليون ولا اثنين مليون ونص وثاكده مليون ونص ثلاثة مليون ونص اه ااخد للاعلى من ثلاثة مليون ضغط اذا هو اللب الداخلي بتعرض ضغط ايه اعلى طب ليه اصله صلب طب دي ميزة قالك لأ لسه 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 اللوب الداخلي كسفته اعلى طب ليه بقى قال لي احنا قلنا اللوب الخارجي بتركب معادن زى الكسافة ايه عالية حايدو ايه نيكل اللوب الداخلي كسفته اعلى من اللوب الخارجي عشان عنده معادن اكتر فالكتاب مرضيش يذكر انواع المعادن قال له صلب زى معادن زى كسافة عالية اعلى الله قولي بقى الرقم قالك اللوب الداخلي كسفت 14 جرام لصمت المكعم قال له اللوب من هون قال للداخلي تقول له كم قال 14 جرام لصمت المكعم طب والخارجي بقى قال لا 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 ده الخارجي 10 جرام لصمت المكعم يبقى الداخلي ها? 14. خارجي 10. ايه رايب بتقل celebrations اولا بديدة الدكتور؟ بتقل تمام المطلع لمين للوشاح هتلاقي كسبته اقل طبعا كتب مش ذاكري رقم قد يصل لخمسة وستة من عشرة طب لما اطلع للكشرة لايه ارضية تبقى اعلى هتقل ولا اقل هتقل لأقل هنجد ان القشرة دي ممكن تلاتة وستة من عشرة للمحطية والكشرة القرية توصل اتنين وتمانية من عشرة جرام للسانت المكعد جميل اذا من دكتور احمد ترتيب الاغليفة دي على حسب حجمها خالص حسب كسافتها ووزناها يبقى احنا ماشيين بالكسافة هل ينفع لو شحرخ مع حجمه كده يغوص في اللوب لا لا اصلي كسافته اقل ابص على الباخيرة حجمها كبير ماشي على وش المية جميلة خالص قال لك اصليها حجمها كبير بس كسافتها رائع لكن لما اجيب مصمار ورميه في المية يوفع بس في المية لا استحالة اصله مصنوع من الحديد فكسافته اعلى فيغوص في المية كذلك هل تغوص الكشرة الارضية في الوشاح قال لك لا طبعا لان كسافتها اقل رائع اذا ان ترتيب الاغليفة حسب يا دكتور كساف رائع جدا 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 الوشاح شكل كم في المية يا دكتور ثمانين في المية واحنا قلنا ان اللوب كام يا دكتور ستس الحجم يعني كام في المية ستتاشر وستة فاستنتجنا مع بعض ان نسبة الكشرة الارضية كام ثلاثة واربعة اه تمام جوية جدا استنتجنا مع بعض برضو ان الوشاح كله كام الفين وتسعمائة اما الاسينوسفير اللي هو الوشاح الخليج كام ثلاثة وخمسمائة جميع تلتمية وخمسين اه طب ايه الميزة في الوشاح الخليج ان لادن طب يا دكتور هي لادن زي كلمة سائل مباشرة لا لا طبعا لادن دي لازج شبه سائل شبه سائل تماما لكن اللوب الخارجي ما له سائل سائل مصهور يعني زي المية عشان كده ام يقول لك من الغلاف السائل اقول اللوب الخارجي تمام هو كلام واضح سائل لوب خارجي اذا اولادنا كده وبسرعة عشان اتنقل الجوز الثاني نبدأ من تحت اللوب ده داخلي صلب كسافته تصل اربعتاشر جرام للسانت المكهب عشان معده ذات كسافة عالية رائع اللوب خارجي سائل مصهور حرارته خمس تلاف اللوب الخارجي بيتعرض تلاتة مليون ضغط يباد داخلي اعلى من تلاتة مليون ضغط تماما اللوب الخارجي الفين ومائة كيلو متر لوب الداخلي الف تلتمية ستة وتمانين وطرحناهم هم بعض من الرقم الاساسي هو نصف القط تلاتة تلاف ربعمية ستة وتمانين تماما لوب الارض يمثل ستس الحجم تلت الكتلة ستس الحجم اي ما يعادل ستتاشر وستة انا تلت الكتلة ما يعادل تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشرة في المية تماما جميع ليه لوب الارض كسافته عالية عشان بيتركب من معادن ذات كسافة عالية عالية ترتيب الاغلفة ليس حسب الحجم حسب الكسافة فلا تغوص القشرة الارضية في الوشاح ولا يغوص الوشاح في لوب الارض لان كسافتهم اقل اقل جميل جدا والدنا تاني دي رسم القطاع في الكرة الايه الارضية وانحنا بنشي كده الكلام نحاول نقوله تاني لان التسكير حلو جدا نبدأ من اسفل اللوب الداخلي صلب وسمكه 1350 كيلومتر وكسافته 14 جرام للصمت المكعب ويتعرض لأكتر من ثلاثة مليون ضغط جو جميل اللوب الخارجي سائل سمكه 2100 كيلومتر كسافته 10 جرام للصمت المكعب ويتعرض لثلاثة مليون ضغط جو احنا اكتشفنا ان في لوب داخلي لوب خارجي من دراسة الموجات الزلزالية اللي هي الزلازل طيب استفدت منها ايه استفدت اللوب الداخلي صلب ثابت خارجي سائل متحرك فما حركته حول اللوب الداخلي يعيد ترتيب زرات مين يا دكتور؟ حديد فينشئ المجال المغناطيسي رائع جدا يبا احنا استنتجنا المجال المغناطيسي من تفسير دراسة لوب الارض داخلي وايه؟ وخارجي اما حركة الكارات من دراسة الوشاح خاصة الوشاح الخارجي للادنشب السائل لانا عملته معاملة السوائل لانه لازج تمام اللوب بالارض يمثل سدس لحجم تلت الكتلة ودي وضحناها بالارقام ونسبها يبناها ثم اكبر المناطي في الاغليفة هو الوشاح والوشاح بيمثل تمانين في المية من حجم الصخور اي ما يعادل اربع اخماس حجم الصخور تمام وسمكه الفين وتسعمية كيلو متر بس يمقسوموا على وزق ايه؟ جزء صلب جزء لادنشب السائل اسمه الاسينوسفير اللي تنسب له حركة الكارات وهو لادنشب السائل يعمل معاملة السوائل ويتأثر بالضغط والحرارة فيسبب دوماية طيارات الحاملة فيحركة الكارات يبقى حركة الكارات تنسب لحركة الوشاح الخارجي تمام اما المجال المغناطيسي ينسب لحركة سوائل اللوب الخارجي حول اللوب الداخلي واحنا استنتجنا ان في لوب داخلي ولوب خارجي من دراسة الموجات الزلزلية النتيجة عن الزلازل جميل كده احنا خلصنا الاغلفة الداخلية للارض اللي احنا بنسميها دكتور احمد نطاقات الارض هنخرج بقى الاغلفة الخارجية على ما هنا واحدة واحدة قاد القشرة المحيطية وقاد القشرة القرية قالوا طيب ماشي هنا كده المفروض ان هنا باطن الارض المنطقة اللازجة اللي فاكرها الوشاح الخارجي اللادل شاهد في السائل ده مركز البراكين الزلازل ده مين فما بتحصل صورات بركانية يا دكتور احمد تندفع البراكين خارج الارض بيطلع مع البراكين دي غازات طبعا من ضمن الغازات يا دكتور غاد اسم بخار المي اهه اتش تو او مي يطلع يتكاسف في طبقات الجو العلي طبعا ويعمل لي ما يعرف باسم ايه صحب رائع تبدأ الصحب بيها دكتور احمد تنزل على شكل ايه امطار رائع جدا يا ترى الامطار دي لما تنزل بتقف اماكن عالية اكيد لا منخافضة فتملى تجويف القرشة الارضية وتملى فراغاتها وتعد من مسامياتها ونطلع عليها احنا الغلاف المائي غلاف المائي يبقى الامطار الاولى على الارض اهمية ايوة هي اللي عملت الغلاف المائي طب كيف نشأ الغلاف المائي بالراحة كرة بالفرق اثناء استوراة الايه يا دكتور البركانين جميل بيطلع ايه يا دكتور غازات منها بخار مين الماء يعمل لي في السماء ايه صحب تنزل الصحب على شكل تملى تجويفه في وجوات الكشرة الارضية اهم فتكون الغلاف المائي اهم شكاين يقول لي ايه غلاف مائي اقول له كل المياه المحيطة بالكرة الارضية تمام كل البحار والمحيطات والانهار والبحيرات والمياه الجوفية اهم وده يا دكتور بتغطي حوالي 72% من سطح الارض ده مين دي؟ ده المياه غلاف المائي يغطي 72% من سطح الارض اهم اذا هو يحيط بالارض كمتا تقول له اه تب ديه كشرة كرية ولا محتى يا دكتور كرية رائع جدا يا دكتور اي جبل يا دكتور اي مرتفع اي هضبة اي تل احنا بنسموها تطريس طبعا فبيسموها مرتفعات تيبوغرافية اهم طبعا يا دكتور قالوا ان احنا بنحسن ارتفاع الجبل من باطن الارض تقول لا 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 ارتفاع الجبل اللي الظاهر باس قال لي الظاهر باس ازاي يعني قال لي بروح لاقرب مستوى سطح بحر اقرب يا دكتور بقى مستوى سطح بحر وانسي بارتفاع الجبل من عنده اهم يعني يا دكتور لو في جبل عند ارتفاعه كم متر هل فين مترا ينسب الى كاها الارض لا ينسب الى مستوى سطح البحر ينسب الى اي مرتفع تيبوغرافي ظاهر على الارض ينسب الى مستوى سطح البحر فسألني يعني ايه كلمة مستوى سطح البحر تقوله هي الماء الذي يحيب بالكرة لايه من جميع الجهات ما هي أهميته؟ تنسب له المرتفعات التيبوغرافية ما هي المرتفعات التيبوغرافية؟ تقول له الجبال والهضاب والتلال والسهول ما هذا؟ هذا مصطلح متعرف عليه عالميا قال لي العالم كله يعرف كده أي مرتفع التيبوغرافي أي هريس تنسب لأقرب نهر أقرب قع بحر تنسب لقاعة كشرة أرضية؟ خالص خالص تنسب لأقرب رائع جدا يا دكتور إذن الغلاف المائي ده نشأ نتيجة للثورات لما خرجت طلع معها بخار مية تكاسف وعمل السحب منزع شكل بقى تملاقي الفجوات والتجويف والمسافات الفضية في القشرة وتملأ المياه الجوفية تخزن في باطن عشان كده من ضمن المياه المية الجوفية لاستغلنا المياه فاتت في استصلاح السحرة وإنجاح العامات العسكرية قال لي مصبوط فكل المياه اللي في الكرة أرضية سمتها غلاف مائي غلاف ايه؟ مائي فما يقول لي كل المسطحات المائية المحيطة بالكرة الأرضية قال له غلاف مائي يغطي الغلاف المائي حوالي 72% مسطح الكشرة الأرضية طب يا باليابس للباقي 28% طب احنا بننسب المرتفعات التيبوغرافية المين؟ للمستوى سطح البحر طب ده مستوى مسطح؟ للمستوى مسطح ومتعرف عليه عالمياً ليس لأي مكان معاياً لأ العالم كله عارف كده ينسب أي مرتفع تبوغرافي ها؟ لمستوى سطح البحر النظام القديم كان يقول له عرف مستوى سطح البحر ايه اهمية للمستوى سطح البحر؟ لكن دلوقتي يقول لك ايه؟ جبل ارتفاعه كذا هضب ارتفاعها كذا تنسب الى مستوى سطح البحر ولا قاع البحر ولا مستوى سطح الأرض ولا قاع الجبل ما تقول له لا خالص اي مرتفع بكرارك هاني هو اي مرتفع ينسب الى؟ مستوى سطح البحر ايه مستوى سطح البحر ده؟ هو الماء الذي يحيط بالكرة الأرضية من جميع الجهات وننسب له كل المرتفعات التيبوغرافية اللي على الأرض قال لي جميل خليك معنا على نفس اللقطة دي دكتور الكوكب الأرض من ضمن كواكب المجموعة ليه؟ الشمسية أثناء تكوين الكوكب بتحصل مجموعة منين؟ البراكين براكين برضو تقولوا اه انفجارات صورات بركانية بيطلع منها غازات صح دكتور؟ ويطلع منها عناصر يطلع منها؟ عناصر تحتفظ تلك العناصر بحالتها الغازية حياتها يا دكتور؟ الغازية يعني غازات تقولوا اه حياتها الغازية زي غاز الاكسوجين أو غاز نيتروجين أو غاز سانيوكسيد الكربون أو بخار الايه؟ الماء أو غاز الهايدروجين أو غاز الهيليوم أو مجموعة الغازات تحتفظ بحالتها الغازية جميل تحيط بالكرة الايه؟ الأرض ايه؟ فتعمل لي غلاف جديد اسمه الغلاف الجوي الله آخر غلاف معنا هو اسمه ايه؟ الغلاف الجوي أو يسموه الغلاف الغازي أو الغلاف الهوائي ده تكوني ازاي ده؟ أثناء بنيت الكوكب تحصل انفجارات تحصل صورات بركانية يطلع منها غازات وعناصر تمام مركبات كم؟ ايه؟ احتفظت بحالتها الغازية في سورة منفردة أحاطت بالكرة الايه؟ الأرض ايه؟ كاملة فسمي الغلاف الجوي أو الغلاف الغازي جبال غلاف برضو الجو الغازي بيحيط بالكرة الايه؟ الأرض ايه؟ جميل قالوا ان تفعل غلاف الجوي عن الأرض بيصل الى ألف كيلو متر كما يا شباب؟ ألف كيلو متر يعني سمك الغلاف الجوي ألف كيلو متر طب جميل طب بيتركب من غلاف الجوي ده؟ طلو انت باها هتركز مع الصبور في حيث اليقوي بيتركب من غاز اسمه غاز الاوك سجين وده بيمثل حوالي واحد وعشرين في المية من نسبة الغازات في الهواء وغاز يسمى النيتروجين وده نسبته تمانية وسبعين في المية من حجم الهواء أما باقي الغازات الأخرى تمثل واحد في المية من حجم الهواء الغازات الأخرى دي بقى هايدروجين هيليوم أي غاز آخر كلهم يمثلوا كم؟ واحد في المية نجي نعمل حزب راضية كامة عدوثة الرحمة دي كم في المية؟ واحد وعشرين تقريبا بعلم الرياضيات تبقى كامة؟ عشرين لان في علم التقريب أقل من خمسة ما يتقربش فده واحد فكاينه صفر لكن ده تمانية فيزود واحد على القابل ويبقى تمانين في المية تمانين في المية طب وده يمثل صفر كاينه مش موجود يبقى عشرين في المية تقريبا أكسوجين يقابلها تمانين في المية تقريبا نيتروجين تعالي عملها كده؟ هي عشرين في المية يعني عشرين على كامة يا دكتور؟ رائع؟ تمانين في المية تَميع على? مية دي كأنها واحد على خمسة وده كانها اربع على خمسة قاله جميع يعني حجم غاز الاكسوجين خمسة حجم الهواء كامل وحجم النيتروجين أربع أخماس حجب الهواء ت consumed نسبة غاز الاكسوجين لغاز النيتروجين كان نسبة واحد الى اربعة وبالنيتروجين الى اكسوجين كنسبة أربعة الهواء. رائع جدا. اذا اجيب اختياري اه طبعا يبلغ حجم الاكسوجين في الهواء الجوي خمس حجم الهواء. طب والنيتروجين اربعة اخماس حجم الهواء. هل طب ما حلوة? فاكر الوشاح كان اربعة اخماس حجم القشرة لايه? رائع جدا. طب كويس او. اذا معظم الغازات اللي في الهواء ايه وايه يا دكتور? اكسوجين ونيتروجين. رائع جدا. يبا هم كده اعلى نسبة ولا اقل نسبة? اعلى نسبة. تبقى كثفتهم عالية او الخفضة? عالية. برافا دكتور. يبا هم قاربين من سفح الارض ولا بعد? قاربين. اصلي كثفتهم? عالية. يقول لك ليه غزايل اكسوجين والنيتروجين قريب من الارض? تقولوا اصلي كثفتهم? عالية. رائع. على العكس بقى دكتور. بقيت الغازات كلها كم في المية? واحد في المية. نسبة كبيرة? ولايه جدا. جدا. تكاد لا تذكر. ومنها سنبسي ده ايه? الكربون. يقول لك عالية. وجود غزايل هايدروجين والهيليوم في طبقات الجو العليا. تقول يا سيدي عشان كثفتهم ايه? ولايه لا. طبعا ما بقاش في عالية. اهه. فهو يقول لك اختار وجود الغازات في طبقات الجو العليا. يرجع الى ارتفاع كثفتها والانخفاض كثفتها والتثوي كثفتها مع بقية الغازات. انخفاض كثفتها. انخفاض كثفتها. طب ليه اللي يخصيش مناتشين قريب من الارض? كثفتهم عالية. طب انا كيه يا دكتور بقى كل ما اطلع لفوقه كيه يا دكتور. طب في متين كده ما شاء الله بسرعة. كثفت ال. هيزيد? لا هيقل. هيقل في حصل ايه? اختناق. تمام. بنفسر حدوث الاختناق في الاماكن الايه? المرتفعة. النقص. الاكسجين. عشان هو غازه كثافة. عالية. طيب قريب من سطح. الارض. كل ما اطلع انا ابعد عنه. كذلك يا دكتور. الاكسجين بيضوف في المية بنسبة. ولايه لا? لان الاحياء المائية تحتاج لكميات قليلة من الاكسجين. حكس الاحياء اللي على اليابس. اهه. ودي نعمة من نعم ربنا. اهي طب جويس قوي قوي. اهي. الربع في الجو ده يا دكتور كل ما بطلع فوقه في الهوى كل ما وادني يقل. اهه. كل ما ضغط اللي علي يقل. قال لي مش فاهم. قال لي خليك معايا كده. احنا كده فهمنا ان الاكسجين كام? واحد وعشرين. والناكسجين ثمانية وسبعين وبقى كل واحد في المية. طبعا. تقريبا عشرين لثمانين يعني خمس الاربعة خماس يعني واحد الاربعة. طبعا. انا بقى نشوف القاعدة التانية. اهه. ده يا دكتور سطح الارض اهو. اهه. سطح الارض. رائع سطح الارض ده. طبعا. سطح الارض ده يا دكتور الضغط الجو الواقع عليه واحد. يبقى الضغط الجو الارض كام? واحد. واحد. جميل. يبقى الارتفاع اللي انا بارتفع عن سطح الارض بكام يا دكتور? سفر. سفر. يبقى انا واحد حاجتك واقفين عن ارض كده دلوقتي الضغط الجو الواقع عنا كام? واحد. كذلك انا راكب مركب وماشي في المية على سطح المية. بارتضغط عليها كام? واحد. رائع جدا يا دكتور ما شاء الله. قال لي كل ما هتطلع بقى في الهوى ترتفع في الهوى. ولا في الجوي مسافة قدروها خمسة ونصف. كيلو متر كم? خمسة ونصف كيلو متر اللي يقل الضغط الجوي الي النصف. يعني بعد لما كان واحد بقى كامي يا دكتور? نصف. جميل. ممكن يكتب시면 هذا خمسة من عشرة يا دكتور. يعني فيه ناس برضو في ما اضعيف شوية. كمان. قال لي لي ش! ليه خمسين من مية يا دكتور برضو هي هي يا دكتور. طب لو طلعتكم كمان خمسة ونصف يا دكتور. قال له komma practice! لو حضاشر صح؟ يبقى هو زاد ربع ضغط جوي. ربع ضغط جوي. تمام. لكن هو زاد خمسين في المية من قيمة الضغط اللي هو النص يعني. تمام. كذلك كده يبقى يا دكتور يبقى اعلى ضغط جوي عند ارتفاع حداشر ولا خمسة ونص ولا سفر? اعلى ضغط? اه. المفروض اللي هو سفر. سفر. اه. يبقى اعلى ضغط جوي عند ارتفاع? سفر. سفر. يبقى كل ما هنطلع مسافة قدرها خمسة ونص. خمسة ونص. قيمة الضغط هتقل? هتقل للنص. يبقى لما ارتفعت عند? حداشر. يبقى الضغط بقى? ربع. كده يا دكتور انا بارتفع ولا بنخفض? بارتفع. بارتفع. اه. يبقى العكس يا دكتور لما جنزل في المية. يعني اعتبرت ده كده بحر. يبقى انا كل ما هنزل في المية ضغط يتدول لي ايه يا دكتور? اخو دي زيد. جميل. ما شاء الله عليك يا دكتور? اه. قال لي بس لها قاعدة? قلت لها قاعدة وقوانين. بس هناخدها في علومة بيها? بس هنقولها المهاردة. يلا. انا كل مهندل كم متر يا دكتور? عشرة متر. في المية. اه. هزود على الضغط الجو اللي برا كام? واحد. طب هو كان كام اصلا? واحد. يبقى كده قيمة الضغط بكام? اثنين. طب يا دكتور لو انا نزلت كم متر يا دكتور? مية. يبقى زود عشرة. اه. يبقى برا واحد يبقى كام? حداشر. يبقى كل ما هنزل مسافة قدروها كام يا دكتور? عشرة متر. هزود كام ضغط? واحد. على الضغط اللي موجود برا. ده القانون يا دكتور. تمام. الضغط بيسوي العمق على عشرة زائد واحد. عمق. اه. يبقى عمق يبقى ننزل فين? لتحت. لكن كل ما هطلع مسافة قدروها كام? خمسة ونص. قيمة الضغط تقل للنص. نص. تمام. عشان كده فيه سؤال زاكي جدا. اه. بقول لك احنا على جبل. جبل ارتفاعه خمسة ونص كيلو متر. اه. بتقول له جميل. هو ارتفاعه كام? خمسة ونص. يبقى قيمة الضغط برا وكام? نص. جميل. فيه بحيرة. بحيرة. اه. واحنا غصنا في عمقها على العمق وكام متر? تلاتين. يبقى نزلنا في العمق بتاع المياه صح? اه. التلاتين متري بكام يا دكتور? تلاتة. وبرا فيه كام? نص. يبقى الضغط الواقع على الراجل اللي بحاجة ده كام? تلاتة ونص. يبقى ضحك على الطالب. هنا الضغط برا ما بقاش واحد بقى كام? نص. لان انت على ارتفاع خمسة ونص. وغصف المياه مسافة قدروها كام? تلاتين. يبقى بتلاتين بتاتة يا بتاتة ونص. جميل. جميل جدا جدا جدا. نراجع بسرعة بقى اللي احنا قلناها على الغلاف الجوي والغلاف المائي. تقدر. غلاف المائي خلاص اوكي كده. تمام. الغلاف الجوي نتيجة اثناء بنتي الكواكب. اثناء بنتي الكوكب. بيحصل انفجارات. تطلع منها عناصر وغازات. تحتفظ بحاجة هالغازية تحيط بالكرة الايه? الارض ايه? تعمل غلاف اسم الغلاف الجوي. ارتفاعه يغسل لالة الف كيلو متر. غايف الجوي يتخال خلف الارتفاعات. كل ما اطلع مسافة قدرها خمسة ونص للضغط للنص. كل ما اطلع خمسة ونص للنص لحد ما ينعدم الضغط تماما. بيتركب الغايف الجوي من عناصر الاكسجين والناترين وعناصر اخرى. لكن غالبية الاكسجين وايه? ونيتروجين دول كثفتهم ايه? عالية. عشان هم تسعة وتسعين في المية من الاكسجين. كل ما اطلع الاكسجين هيقلها الحس بالايه? باختنام. اما الاماكن العالية فيها هيدوشين وهيليا مغادات اخرى عشان كثفتها? اقل. قليلة. ان شاء الله في العلوم البيئية هناخد غلاف اسم الغلاف الحيوي. هيشمل الغلاف المائي والغلاف الجوي معا. واجزاء القشرة الايه? الارضية. الارضية. بكده يكون خلصنا الدرس الاول في الباب الاول في الجلوشي. طبع. شوف بعض الاسئلة بقى مع بعض كده على الدرس بتاعنا. اتفضل يا نصر. اتفضل يا نصر. شوف كده مع بعض الاسئلة اللي قدامنا وبالراحة برضو زي ما احنا اشغلنا في الحس طبقة الصخور التي تمثل تلاتة وثلاثة من عشرة في المية. اه. ثلاثة من عشرة في المية دي. احنا قلناها على القشرة الارضية. اه. لما جبنا اللوب بسدس الحج. تمام. طلع ستتاشر وستة من عشرة. اه. والوشاح ثمانين فيين? في المية. جميل. تمانين في المية. وستتاشر وستة او ستاشر وسبعة هيتبقى ثلاثة وتلاثة منين. اه. من عشرة يبقى خاص بمين? يا طلب القشرة الارضية? ولا باللوب? ولا بالوشاح بقى اكمله? ولا الجزء العلو من الوشاح? اه. اظن هو لب الارض. تمام. تلاتة وثلاثة من عشرة في المية من حجم صخور الارض. اه. يبقى اجابتنا هتبقى لب الارض. تمام. تمثل نسبتي الوشاح كان كان في المية? تمانين في المية على ما اتذكر. اه. تمامين في المية يعني خمس ولا اربعة تخماس ولا نص ولا تلت. اربعة تخماس. رائع دكتور احمد اللي جابه من دكتور احمد هو اربعة تخماس. كم يبلغ معدل الضغط في داخل الارض? عندما تكون كسافة السخور الموجودة تروح ما بين? الكسافة ما بين تسعة وتسعة من عشرة. واثناشر وثلاثة من عشرة. يعني كده يا دكتور عديت العشرة. والكسافة كانت عنده اربعتاشر في اللوب الداخلي. اللوب الداخلي. اتعرض ثلاثة مليون ضغط ولا اكتر? الداخلي. ايبقى اكتر 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 يا دكتور. يبقى عناي على الرقم الاعلى من ثلاثة مليون ضغط. اه. اظن واضح جدا الاجابة الاخيرة من اتنين وتسعة من عشرة لثلاثة واثنين من عشرة مليون ضغط جابه. تمام. النقطة اللي وراها اي التقنيات التالية? نعتقد اه اعتقد العلماء الذي نقموا باستخدامها لتجميع ادلة على الحالة الفيزيائية لمركز الارض. يعني العلماء قدروا يتوصلوا لتركيب لوب الارض ازاي? بيدراسة ايه دكتور فاكر? الموجات الزلزالية. تمام. بهم لما درسوا الموجات الزلزالية النتجة عن الزلازل قدروا يستنتجون النباط من الارض ده عنده حالتين لوب صلب ولوب سائل. والسائل يدور حوالين الصلب. تمام. فانشاء المجالل. اذا اللي جابها هتكون بدراسة انتقال موجات الزلازل خلال الارض. تمام. نستازل مخرج بلاي الصفحة رقم اثنين. تمام. شوف السؤال بيقول امامك نموذج لقطاع يمثل جزء من الكرة الارضية. ثم استنتج هذا القطاع عن. استنتج هذا القطاع عن. ده بيقول كل قطاع في لوب داخلي ولوب خارجي. مصهور وصلب. انا عرفت كده من دراست ايه دكتور تاني. الموجات الايه? الزلزالية. تمام. انا توصلت الرسم القطاع ده ان في جزء صلب وجزء سائل. لوب داخلي ولوب خارجي. لما دراست الموجات الزلزالية. تمام. لكن انتشار دوامات الحامل كانت في الوشاح الخارجي. اللي نسب لها حركة الكرار. تمام. الاشعة الكارومنصية دي اشعة. انا ما استغلتهاش. الموجات الضوئية دي موجات جاية من ضوء الشمس. تمام. السؤال اللي وراه. الضغط الواقع عند الحد الفاصل. اهه. بين اللوب الخارجي واللب الداخلي الارض. اهه. اللوب الداخلي واللب الخارجي. الضغط الواقع. كام يكون? عند الحد الفاصل. احنا عارفين اللوب الخارجي الضغط عنده 3 مليون ضغط جاوي. اهه. طب انا منزل يبقى الضغط عديد ولا ايه? يزيد. جميل. ينفع اقول اتنين من عشرة مليون ضغط جاوي? لا طب. طب واحد ونصف مليون ضغط جاوي? لا. طب اتنين وواحد من عشرة مليون ضغط جاوي? لا. طب اتنين وواحد من عشرة مليون ضغط جاوي? ناك. ثلاثة ونصف مليون ضغط جاوي. ثلاثة ونصف. رائع. يبقى اكتر من ثلاثة مليون ضغط جوء. إجابة القائية. نرى السؤال اللي وراء كده. بيقول عند أي عمق أسفل القشرة الأرضية يوجد تقريباً الحد بين اللوب الخارجي واللب الداخلي. اللوب الخارجي كان 2100. والوشاح كان 1900. يبقى 1900 و 2100 يطلعوا 5000. يبقى الحد الفاصل بين اللوب واللب على بعد 5000 من سطح الأرض. من القشرة الأرضية. يبقى الإجابة يكون قدامنا 5000 كيلو متر. استنتجى العلماء أن أصل الغلاف الجو والأرض تكون نتيجة. أفكر حالتك. فاكر. الغلاف الجوي يعني الغلاف الغازي. أثناء بنيت الكوكب كان فيه انفجارات. صورات براقين. درع منها ايه؟ غازية. احتفظت بحياتها الغازية. احتفظت بالكرة لايه؟ عاملت الواف الجو. فعلاً انطلاق الغازات من الصهير في بداية تكوين الأرض. تمام. دي كن الإجابة النمو الزجاية. شوف مع بعض الصفحة رقم 3. اه تمام. الصفحة رقم 3. تمام. آخر حاجة معانا اهو. اكبر قيمة للضغط الجوي بالنسبة لسطح البحر. اكبر قيمة للضغط الجوي بالنسبة لسطح البحر. انا كده واقف على البحر. اعلى قيمة مطلع ولا ما اقف مكاني؟ هقف مكاني. انا عند ارتفاع صفر الضغط بواحد. اه. فلما اطلع خمسة ونص هيبقى بنص. هيقل النص. خمسة ونص هيبقى اعلى قيمة عند ارتفاع صفر. اه. ان كل ما اطلع الضغط هيقل. هيكون صفر كيلو متر. تمام. نسبة غاز الاكسوجين في الهواء الجوي. نفتكر نسبتك هيتواحد وعشر فين? في المية. لما اسمها على مية في المية يطلع خمس ولا عشر ولا نص ولا ثلاث تربع? خمس. جميل. اجابة نموذجية خمس. هبط رجل من طائرة. كان راكب طائرة على ارتفاع حداشر كيلو متر. هو هبط لارتفاع خمسة ونص كيلو متر. يبقى هو كان على ضغط نص. نزل على ضغط ربع. تمام. يبقى الفرق بين النص والربع ربع. ربع. اذا الفرق بينهم ربع ضغط جوي يعني خمسة وعشرين من مية ضغط جوي. تمام. جاب الارتفاعه الفين متر. فان هذا الارتفاع ينسب. اي ارتفاع يا دكتور ينسب الى مستوى سطح البحر. رائع جدا. ودي الاجابة اللي قدامنا. ده اخر السؤال كان معنا في الحلقة. تمام. نتمنى نكون موفقين ونتمنى نكون حد استفاد مننا بالمعلومات. وشكرا دكتور احمد. وشكرا لفريد الاعداد ومخرج. وشبابنا اللي موجودين معنا في الاستوديو. شرفتنا يا مصر محمد حلقة من الحلقات الممتعة. منحفظ. ولو عندي حضرك اي رسال سريعة بالنسبة للطلبة بتاعتك قبل ما في الحلقة ياريت. انا اتمنى ان الجميع بمجرد ما ياخد درس يبدأ يطبق مباشرة على الدرس. حل كتير. افهم السؤال. اقرأ كويس. النظام الجديد. نظام محتاج تركيز. تمام. مش محتاج كتابة كتير. ومش محتاج انك تعود تحفظ. افهم الدرس. شوفنا احنا عد نخرج من الوشاح للقشة الارضية. نرجع للوب بالارض. اصل الموضوع متكامل. تمام. ما انفعش ادرس حاجة واسبها وارجع لحاجة تانية. الدرس يتاخد كله على بعضه حاجة واحدة. بفهم واحد بطريقة واحدة. كده احنا خلصنا الجزء الاول من باب الاول. مطلوب ان انا احال عليه كتير. اطبق عليه عشان اتقنه. انا محتاج اجيب مياه في المياه. طب ما فيش حد اجيب مياه في المياه. لأ في ناس هجيب. هجيب لما يكون عندها اسراء. وتركز وتذاكر وتفهم ان الموضوع سهل جدا جدا. والمادة جميلة جدا وشيقة. ومنظمة جدا جدا جدا. ان شاء الله اكون معكم بعض موفقين ونكون بوسط جدا في توصيل المعلومة دكتور احمد. اشرفتنا بستر محمد. اشرف لنا او. ونتمنى نشوفك ان شاء الله في حلقات قادمة. يا رب ان شاء الله على خير. احنا سعداء فعلا بوجودنا معكم. رب اشتركوا في القناة